وأول سؤال النهاردة عن نتلقى من أستاذة هويدة من الجيزة أستاذة هويدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه بس أنا ممكن شوية كده اتفضلي قوليلي أنا مستمع كويس مستمعني؟ آه كده أسامع حاضر هل يجوز عمل عمرة واحدة لأكثر من شخص أو أوهبها لأكثر من شخص نظرا للوقت هو جوء المجهود؟ طيب ده سؤال السؤال شكله كده في سؤال تاني تفضلي إن شاء الله يفن آآ إن في ناس يعني كان يستأمنوني لما جاء أطلع العمرة يعني أعمل لكذا حدي يعني عمرة فطبعا عشان الوقت هو المجهوداني فعمرة واحدة بس السؤال التاني هل يجوز عمل عمرة لولدتي المريضة والتي لا تقدر على الحركة إلا بصعوبة جدا من خلال كرسي متحرك وهي ما عملتش عمرة قبل كده؟ لا هي عملت طيب بس طبعا عشان تعبان أو كده طيب التاني لا سؤال التاني السؤال التالت لا هم اتنين بس طيب السؤال الأولاني أنت بتقولي يا جوزي من أنا أعمل عمرة ونعمل إيه؟ أنا العمل اللي أنت تعمل ليه يعمل العمرة ليكي أنت وهبي مثل ثوابها لمن شئتي لأن ده بيكون على سبيل الدعاء ونص الإمام القرافي على إنه مستجاب على إن ده يستجاب لأنه دعاء بظهر الغيب يبقى تعمل ليه يتعمل العمرة لبيك اللهم عمرة عن هويدة مثل ثواب عمرتي لفلان وفلان وفلان إن شاء الله يصل إليهم السواب ونفس الكلام تعمليه لولدتك نفس الكلام يا خلاص عملة العمرة اللي عندها يبقى أنت تعمل عمرة عن نفسك ثم تقولي اللهم هب مثل ثواب عمرتي لأمي